السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى مع موقف جديد مع صحابي جديد من مواقف أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي اليوم هو سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرم وزكاه في علمه بكتاب الله عز وجل فجعله من الأربعة الذين يؤخذ عنهم القرآن فقال خذ القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة هؤلاء يؤخذ عنهم القرآن بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه كان أعلم قومه بالقرآن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى مسجد قومه ينتظرونه حتى يصلي بهم إماما وفي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي افتتح الصلاة وافتتح سورة البقرة بعد أن قرأ الفاتحة أحد الناس تخيل أن سيدنا معاذ سيكمل سورة البقرة في صلاته فتنحى جانبا وصلى صلاة خفيفة ثم انصرف وبعد انتهاء الصلاة أخبر سيدنا معاذ بما حدث فقال إن هذا الرجل رجل به نفاق ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل فلما سمع الرجل بهذا الأمر قال وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل معاذ ولما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى يا له ما حدث قال له معاذ يا رسول الله هذا به نفاق إنه ترك الصلاة وانصرف وقال الرجل يا رسول الله إن قوم نعمل بأيدينا ونتعب ومعاذ يصلي معك ويتأخر ثم أتى فافتتح سورة البقرة فأردت أن أصلي فتنحيت فصليت ثم انصرفت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لسيدنا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ اقرأ سبح اسم ربك الأعلى اقرأ باسم ربك الذي خلق والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها ثم التفت إلى هذا الرجل وهذا الفتى وقال له وأنت يا ابن أخي ماذا تقول في صلاتك قال يا رسول الله أقرأ الفاتحة وأسأل الله عز وجل الجنة أسأل الله تعالى الجنة وأعوذ به من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ أنا رجل بسيط لا أحفظ كثيرا من القرآن أقرأ السور القصار بعد الفاتحة لأني لا أحسن علمك ولا علم معاذ ولا أحسن جمال الصوت الذي تقرآني به فقال له صلى الله عليه وسلم حول هاتين ندند يعني أنا ومعاذ حول هاتين ندند يعني أنا ومعاذ ندندن ونسبح ونذكر الله عز وجل ونقرأ حول هاتين نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ به من النار ثم قامت غزوة من الغزوات واشترك فيها هذا الفتى ولقي الله عز وجل شهيدا فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بعدها وقال له يا معاذ ما فعل خصمي وخصمك قال له سيدنا معاذ صدق الله وكذبت يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد هذا الفتى أيها الإخوة موقف نتعلم منه دروسا الدرس الأول هو ألا نتسرع بالحكم على الناس سيدنا معاذ تسرع وحكم على هذا الإنسان الصحابي الجليل حكم عليه بالنفاق لمجرد أنه ترك الصلاة خلفه وتنحى وصلى جانبا لا نتسرع بالحكم على الناس ولكن لنقل لعل له عذرا لعل له عذرا لا نعلمه لعل له عذرا جعله يصنع ما صنع أما التسرع في الحكم على الناس فهذا نهان الله عز وجل عنه ونهان عن إساءة الظن بإخواننا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث ونتعلم من ذلك أيضا أن لا نطيل على الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذل حاجة إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول ابنه مصعب يقول كان أبي إذا صلى في بيته أطال وإذا صلى بالناس تجوز فقلت له يا أبتي لما تصنع ذلك؟ قال يا بني إننا أئمة يقتدى بنا إننا أئمة يقتدى بنا نخفف على الناس فإذا صلينا وحدنا صلينا صلاة طويلة فيها خشوع لله عز وجل وهذا لا يعطي الحق للمأمومين في الشكوى الدائمة سواء أطال الإمام أم لم يطل هناك بعض الناس في المقابل دائم الشكوى من طول الخطبة ودائم الشكوى من طول الصلاة حتى ولو كانت الخطبة قصيرة والصلاة خفيفة نقول له اصبر على عبادة ربك سبحانه وتعالى وتحمل لأن في الصبر على الصلاة والعبادة أجرا عظيما عند رب العالمين سبحانه وتعالى نتعلم كذلك أن نكون وقفين عند الحق رجعين إلى الحق سيدنا معاذ رضي الله عنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه الصواب وقف عند قول الله وعند قول رسوله صلى الله عليه وسلم وعطرف بخطأه وقال يا رسول الله كذبت أنا وصدق الله استشهد صاحبي فكان من المخلصين ولم يكن من المنافقين رضي الله عن سيدنا معاذ ابن جبل ورضي الله عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى والسلام عليكم ورحمة الله